التشكيلة الأقرب والأوقع لقلب كل نصراوي وهل هي موجودة في عقل المدير الفني إيمانويل بيدرو وعلى اختيار خالب بيومو زوير باية للتشكيلة جاي من ناتج ما رأيناه وشفناه بالنسبة للمورات اللي فاتح من الفترة اللي احنا فيها خالد طبعا غياب واحد كما قلنا محمد قاسم مفروض لعبود لعبيد عبد الرحمن لعبيد هو لعب كتير جدا في الباكليفت الباكليفت مشكلة كبيرة جدا جدا عند النصر حتى من وقت موري لعب عبد الرحمن عبيد لعب فاهم موري له قلبة فاع اللي موجود مش موجود في القائمة اللي عبابة الأسوية ولعب محمد قاسم حمد قاسم إلى حد ما في مراته الأخيرة كان ممتاز جدا جدا ونجح أنه يحجز المكان وبعض الأوقات لعب فيها على الجامي على الباكليفت أنا كمان نفس القصة طبعا يبقى موضوع أبو بكر فانسوند هذا اللي قلنا عليه كثير أنا أعتقد أن المدرب مش رح يغير فريق فاز بالخمسة وفريق أدى بشكل جيد وبش يخلي ورقة فانسوند احتياطية ولك بش يستعملها في وقت أبكر وين كابتن خالد هذا هو المشكلة وين بش يستعمل هذه الورقة هذا مشكل في الوقت الحالي اللي مشكلة اللي موجودة عند الهلالة أصلا يعني نتع توظيف ماريكا على الطرف اليمين هل فانسوند أبو بكر بش يلعب على الطرف اليمين مكان عسيري هل يرضى هل هو قادر على أنه يعطي الإضافة ويؤدي أو أنه يلعب تلسكا على اليمين وهذه بعض خسارة أخرى خالد ويلعب بثنين مهاجمين حمد الله وفانسوند أبو بكر يعني حتى بيدرو عنده مشكلة أنا بس الاختلاف أنا وجهت نظر وجهت نظر ممكن يكون بيدرو بفكر في علي الحسن يا جماعة لأن وسط ملعب الهلال محتاجت لعيبة عندهم قدرة خاصة يريحوا تلسكا كتير جدا نصليهم من الممكن ما يقديشوا دور الدفاع مع سلمان ومع كانوا بنفس الكواليتي اللي موجودة عند علي الحسن وعبدالله الخيبر أنه محتاج لعيبة تلعب أمام الأربع مدافعين وبالتالي ممكن نشوف علي الحسن بدل الصليم وتلسكا يبقى مرتاح كتير جدا لو لعب في الجابة في كتحت رأس الحربة الأهم هو اختراف دكة البودلاء بالنسبة لنظر نصر عندك سام الناجي عندك قيمة ناحية لعيب هايل ومن لعيبة اللي ممكن يفرقه كمان مع فرقة نصر بين سنتا مبكر زي ما ذكرت ولكن إذا حاول بدلو يفكر أنه يحط تلسكا على اليمن وجهة نظري أنه يعجل بوارقة رحيله بدلي من فرقة النصر هذه كانت واحدة من المشاكل كذلك على كل أقل ضغط لأنه ما عندوش الدكة والحلول البديرة الكبيرة جدا نفس التشكيل بيعتمد جارديم من غير تغييرات المعيوف لبريك جانج علي لبليهي ناصر دوسري مرة أخرى على ليصار ولو أنه كابتن خالد عنده أخبار أنه ياسر ممكن يرجع في هذه المباراة على كل كانوا سلمان الفرج ثلاثي تحت المهاجم موشا مريقا على اليمين بريرا صانع لعب سالم دوسري على اليصار ورس حربة جوميز ما أعتقدش أنه بيغير ولا شيء في التشكيل بالنسبة لمباراة مصنيعية على البليهي التفكير في المباراة بشكل جيد لأنه بيعمل أخطاء منها الممكن تكون سهلة لتلسكا وكمان سهلة للجوميز حتى تجنج على فكرة في التمركز والمساحات والفراغات حمد الله بيكون مشكل كبير بالنسبة للفريق وعلى عبد الرحمن العبيد يتابع موسى مريقا بشكل جد لأن موسى مريقا فعلا أثبت نجاح كبير جدا في الجبل اليوم وعلى عبد الله الخايب يرسل إليهما التعامل مع موسى مع متاس بريرا لأنه لعيب ممكن ينقل فرقة الهلال في جزء من الثانية وعلى الباك رايت سلطان غنام اللي هيلعب مع واحد لعيب كبير جدا وده يبقى أسرع في الملعب هنشوفه ونشاهده قوة السلطان الدفاعية خلاص كابتن خلاص كابتن خلينا شوية للستوديو كابتن خالد خلينا شوية للستوديو إن شاء الله بيكونوا موجودين من وقت معاكم في الستوديو بالنسبة ل هذه المباراة الكبيرة آخر دقيقة أنا بكلمة آه آخر دقيقة خلاص